من العراق بعثت المستمعة والذي رمزت لاسمها بنون دال بهذه الأسئلة تقول في سؤالها الأول هل يجوز صيام ستة أيام شوال قبل صيام قضاء رمضان؟ فإذا لم يجوز هذا هل يجوز صيام يوم الاثنين من شهر شوال بنية قضاء رمضان وبنية صيام شوال وبنية أجر يوم الاثنين؟ صيام ستة أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل شهر رمضان فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا صوم ستة أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال فيقول من صام رمضان ثم أتبعه ومن عليه قضاء من رمضان لم يكن قد صام رمضان وعلى هذا فنقول لمن عليه القضاء صم القضاء أولا ثم صم ستة أيام شوال وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه يحصل له الأجر بنيته أجر الأيام الستة وأجر الاثنين أو الخميس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر